الطب من أشرف المهن وأهمها قال الشافعي لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب لكن الطبيب المسلم ينبغي أن يتميز عن غيره بأخلاقه الإسلامية وبالتزامه بحقوق المهنة فيحتسب عند الله تخفيف الآلام عن المرضى وتنفيس الكرب عن أهليهم وفي الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ويحرص على إتقان المهنة نظريا وتطبيقيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ويتابع أحدث الأبحاث الطبية المنشورة في المجلات الطبية وعلى الشبكة ويحضر المؤتمرات الطبية العالمية في تخصصه ومن صفات الطبيب أن يكون ثقة مأمونا على الأرواح والأموال وأن يعالج عدوه بصدق نية كما يعالج حبيبه ويحترم المواعيد في المستشفى وغيرها فلا يتأثر عن بداية الدوام ولا ينصرف قبل انتهائه ويستر المريض فلا يكشف من عورته إلا ما اقتضت ضرورة العلاج كشفه ويحفظ أسرار المريض فلا يبوح بها لأحد ويحترم خصوصياته فلا يتصرف فيها دون استئذانه وبدن المريض من خصوصياته فلا يحق للطبيب أن يجري له جراحة إلا بإذنه أو إذن وليه عند تعذر استئذانه والطبيب المسلم عفيف دين إن اضطر إلى علاج النساء فهو عفيف معهن يغض بصره قدر الإمكان وعليه أن يتحمل أذى الناس كأن يوقظوه من نومه أو يتصل به في وقت غير مناسب قيل لأحمد بن حنبل ما حسن الخلق قال أن تحتمل ما يكون من الناس والطبيب المسلم بشوش رفيق بالمريض يلين له جانبه ويؤنسه بالكلام الطيب حتى يذهب عنه الرهبة ويبث في المريض روح الأمل والتفاؤل ويبشره ويدعو له بالشفاء ويتصدق على الفقراء بالكشف المجاني أحيانا أو بالرد على الجوال وبذل المشورة الطبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا